السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حابة أكلمكم عن أفكار لقنوات على اليوتيوب يعني أي حد محتار يفتح قناة عن إيه أنا النهاردة إن شاء الله هعرض لكم عشرة وأكمل معاكم فيما بعد ما مش حابب أن الفيديو يبقى طويل جدا هقسمه على يعني أجزاء هبدأ معاكم النهاردة بأول عشرة وطبعا على نهاية التلاتين فكرة بقى محدش يقول أنا مش لاقي فكرة لقناة أنا مش عارف أعمل عن إيه دائما بقول لكم إن أنا دوري إن أنا أنير ليكم الطريق أنا كتبت ودونت في النوت بوك بتاعي هنا الثلاثين فكرة زي ما نشافينه دائما أقول لكم اكتبوا ودونوا العلم صيد والكتابة وقيدوه قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة مش كده يعني لازم نكتب لأن الأفكار عارفين أنت الشورت ميموري الذاكرة القصيرة الحاجة هتروح على طول خلوها نبدأ على طول مع الأفكار وإنتم بقى عليكم تفكروا طول ما أنا بقى بشرح وبتكلم طوله أيوة دي ممكن نعملها لا دي صعبة شوية لا دي بعيدة قوي علي دي أنا ممكن أفكر فيها وهكذا ودايما نفكر ممكن تعمل القناة لوحدك هل ممكن تعملها مع أصحابك هل ممكن تعملوها كأسرة مع بعض الأفكار كتير لكن أنت بقى تشوف إيه اللي نسبك هنا سدقت حلمي وبدأ قالوا عني زمان موم بيضيع وقع هبدأ بأول فكرة قناة اليوميات ودي من أكتر الحاجات المشهورة أنا هنا هسيب لكم طبعا الرابط ده هسيبه لكم فيه صندوق الوصف علشان يعني أبسط لكم الأمور وسهلها عليكم هتلاقوا هنا في هذه النتيجة أنا كنت أعمل فيديو بالفعل بتكلم فيه بالتفصيل عن قنوات اليومية فلو أنت حابب تعرف أكتر اللي هو زي ما بروبها بالإنجليش كده تدج ديب أنت تتعمك في هذا الموضوع روح على الفيديو بتاعي اللي أنا بتكلم فيه عن قنوات اليوميات وشوفه بالتفصيل طبعا أنا هنا جايب مجرد أمثلة لناس نجحوا طبعا ده لا يعني إن أنا موافع على اللي بيعملوه فيه حاجات أنا موافع عليها وفيه حاجات مش موافع يعني مثلا هذه القناة مغامرات عائلة خالد دي من أروع القنوات أنا حاببها جدا رجل محترم ودايما بيطلع مع ولاده في هذه القناة طبعا اضغط على طول على اللينك تلاقي نفسك روحت للقناة هي دي قناته اهو زي ما انت شايفين عنده ثلاث بنوتات حلوين ربنا يخليهم له دايما عينك على تقرأ الموضوع ماشي ازاي والبلد ايه ويعني فكره شكله ايه دي القناة الاولى عندك بقى قناة التانية طبعا دول بقى يعني اللي انتشروا وعيلة حمدي ووفاء اللي مش لين حاجة يعملوها راحوا عمروا فرح تاني من قول وجديد من شهر بين مالل بقى بعيد عنكم محمود ده اظن اخوه تقريبا محمود دولة يعني حاجات كده عجيبة لكن أنا حابب الاولى دي هنا بقى ايه الاسم العجيب ده لانا كل ما رأى اتأمل اوي حبي حياتك ودلعي مطبخك يعني ماشي انس واصالة طبعا دول معروفين جدا اظن من السعودية عالة ام زياد يا ام زياد لو سمحتي الله يكرمك عديلي الاسم الناس يعني هيقولوا علينا ايه ما بيعرفوش يكتبوا عربي زين مش ذال والله ام زياد مش ام ذياد طيب نكمل النوع التاني نوع الترندات وده من انجح الانواع للقنوات على اليوتيوب حابب تعرف عنه اكتر تيجي هنا بقى على اللينك ده هتضغط هنا كده هتلاقيني كاتب لك تفاصيل يعني بالرسومات وكل حاجة وبالفيديوهات وعمل لك شرح يعني كأنك كده طالب عندي في الجامعة فانا شرح لك كل حاجة بالتفاصيل هنا وتشوف كل تفاصيل هذا النوع نوع الترندات ده اللي بيعرفوش تغل عليه يعيني يعني بيعدي خلاص لكن هو محتاج بقى ان انت دايما يكون ايدك في الموضوع ان انت متابع للنهار هو مرهق بصراحة وفي نفس الوقت لا يجب ان تتخلى ابدا عن مبادئك او عن هويتك لمجرد ان انت عايز تركب الترند زي ما بيقولوا زي هذه القناة قناة لوك لوك ما تحسش ابدا انه عنده اي مبدأ في الحياة اي حاجة راشئ فيها ما عندهش اي مشاكل في اي حاجة فضايح شغال رياضة نجوم رأس اغاني صهر دين قناة بلا مبدأ وبلا هوية لكن للأسف بدأ انتشر من الرابع على تسعمائة الف ده رأي فيها وانا لا يمكن اخالف ضميري لمجرد ان انا ازوأ الكلام لا ده رأي في هذه القناة قناة اللي بيقولوا عليهم كده بالعربي بالمصري ارزقية واحد ارزقي عايز اعمل اي حاجة وخلاص لكن في قنوات ممكن تعمل ترندات بشكل محترم وراقي جدا وتتخصص في الترندات في حاجة معينة ترندات للرياضة فقط مثلا ترندات في اخبار السياسة في الاخبار العامة فلك مطلق الحرية ثالث فكرة معانا ودي بقى انا بعتبرها هي الفكرة رقم واحد في العالم يتيجي قبل اليوميات وقبل الترندات وقبل كل حاجة هي ان انت تعمل قناة جيمز لو انت من النوع اللي بيلعب جيمز بتعرف تلعب عندك الموهبة دي ان انت تعرف تلعب على فورتنايت على روب لوكس على اي من هذه الالعاب اعمل قناة طالما ما انت كده كده بتلعب مش كده طب اعمل قناة سجل اللي انت بتعمله خدوا بقى الخبر ده القناة الاولى في العالم اللي صاحبها عنده اكتر من 100 مليون مشترك هي دي بيودي باي ويريد نتعلم نطقه لاننا دايما بلاي ان العرب ما بيعرفوش انطوا اسمه مش عارف ليه بيودي باي بيودي باي هو رقم واحد في العالم ولدرجة ان اليوتيوب اشوفو 108 مليون اليوتيوب قرروا يعملولو جايزة خاصة بي تعرفين ان اليوتيوب مع اول 100 الف بباليك الدرع الفضلي بعد كده الدهبي بعد كده البلاتيني بيفكروا يعملولو حاجة مخصوص ليه هو طبعا ده واحد خلاص بقى يعني بيكسب ملايين الملايين من اليوتيوب يمكن من 20 ل 30 مليون في السنة تخيلوا بالدولار طبعا طالما انت كده كده بتلعب هنا بقى فيه قنوات مصرية لطيفة جدا زي مثلا قناة ندورة نادر ده اصلا هو شاب كوميدي جدا فبرضو بصوا على قناته خدوا افكار دايما ناخد افكار من ناس سبقون احنا مش هنعيد اختراع العجلة القناة دي برضو عاملة شغلة رائع جدا شاب من دومياط بيلعب جيمز وبيكلم باللهجة الدومياطية انتو عارفين الاسكندرانية ليهم لهجة المفتوض ان انا ليه لهجة يعني انا كواحد اسكندراني ممكن اقول انا طلعت بدل ما اقول انا طلعت في القاهرة اقولوا طلعت انا اقول انا طلعت لكن على فكرة الاقرب للفصحة طلعت مش طلعت صحابنا بتوى القاهرة يزعلوا مني دلوقت فبصوا على قناة الشاب الدومياطي اللي هو عدل مليون ومقرب على مليون ونص خلاص بصوا على نادر فيه بقى القنوات دي ودي ودي بعضوا من القناة سعودية قناة يمكن من الكويت على ما اتذكر لكن اصحابها يعني الشاب ده اتذكر اشترى عربية حياته يعني هو بيقول ده الحلم اللي انا كان نفسي فيه من الزمان اهو بصوا هنا بيقول ايه بمناسبة 9 مليون اشتريت سيارة احلامي من اين بقى من اليوتيوب والله يعني شفتوا بقى ان اليوتيوب ممكن يحقق للناس احلامها على فكرة برضو من الناس اللي انا باحترمها جدا وهيجي بقى وقتها ان انا اتكلم عنه بالتفصيل شاب مغربي صاحب قناة اسمها مساحة الشاب ده روعت الروعة انا ان شاء الله هفريد له كده جزء من حلقة جاية باذن الله يبقى الجيمز لو انت كده كده بتلعب الله يخليك اعمل حاجة مفيدة طيب اعمل شي مفيد طب انت بتلعب خلاص يعني سجل اللي بتلعبه وخليه كنوع من العمل يعني انت كده كده بتلعب خليه بقى لعب مفيد زي دورت اللي بيلعب كورة ما هيبقيت مهنة ما بقيتش مجرد لعبة وخلاص لا دي مهنة فلان بيشتغل كده لعب كورة انت كمان ممكن تمتهن هذا الموضوع طالما حبك وشغفك في الجيمز المراجعة الكرتونية انا هنا حطت قناتين طبعا ليه فيديو كلمت بالتفصيل عن هذا الموضوع انا حطت جيل مهذب لصديقي العزيز الدكتور اسامة وقناة اسلوب قناتين احلى من بعض طبعا اسامة قناته جديدة ان شاء الله على السنة الجاية كده يكون عدى الميت الف مشترك هو لسه في بداية المشوار اسلوب طبعا دي قناة خلاص عدت ازند المليون لكن ده نوع محتاج دراسة اعمليه واخليه لو انا حابب الشغل ده شوف الفيديو بتاعي اللي انا بأتكلم فيه بالتفصيل عن هذا الموضوع الفكرة الخمسة هي فكرة قناة كوميدية وهنا بقى نادر اللي انا قلت عليه بتاع الجيمز عنده قناة كوميدية بصوا عنده كام مشترك في هذه القناة خلاص almost 4 مليون مشترك هو عنده الحس الفكاهي لو انت شايف نفسك وصحابك وهي الكبير وعليك ان انت تنفع كوميديان بص على قناة نادر وشوف بيعمل ايه وخد افكار هو وقناة اخرى اسمها القيصر على الرغم ان انا يعني ما حبتش القناة دي قوي لكن يعني فيها اكتر من 2 مليون بصوا عليها برضو وخدوا افكار اما الفكرة السادسة معانا فكرة قناة معلومات ما اكثر قنوات المعلومات عندك بقى هل تعلم وعشويات ومتعالك وفكرة فيه كتاب انا مش هفهم اللي مترجمها كده حقائق واصرار عشويات فكرية كل هذه القنوات قنوات مليونية انا كان ليا فيديو متكلم فيه بالتفصيل عن هذه القنوات هحطوه لكم هحطو لكم الرابط بتاعي لما تيجوا تبصوا على الرابط ده هتلاوي الفيديو بتاعي محطوط هنا فكرة قنوات الاكلب دي برضو من الحاجات اللي احنا كعرب بنحبها جدا استعراض مطاعم بلدك عقد المقارنات بين المطاعم عندنا في القاهرة صبحي كابر وعندنا كبدة البرينس فممكن تروح هنا وهنا وتعمل مقارنات بينهم الناس باب يعشاؤوا هذا النوع من الفيديوهات لو انت ليك في السكة دي بتحب تعمل كده طبعا اشهر قناة قناة سحس عجبني اقول اسم بتاعه اس سيفن اس سحس انا هنا في الفيديو ده بتكلم بالتفصيل عن قنوات الاكلفة لو انت حابب تاخد فكرة اعمق عن هذا الموضوع شوف الفيديو ده اما الفكرة التامنة فهي فكرة لقناة سفر وترحال زي قناة بقى كريم السيد واناس اسكندر وجوح الطاب وعافيفي كان هنا اللي هي افيفي وزهير يعني من اقبل القناوات حقيقة كريم السيد ده انصحكم تبصوا على قناته هو مصري وتعرفها روح ده من على النت ومتستغربوش وبعد كبدة من سنين يعني وهي من انجلترا وتجوزها وسافر وعيش انيك بقى معها في انجلترا قصة يعني لكن بغضر نظره وانصم احترم جدا كريم السيد عمل فيديو مؤخرا عن اسوان انصحكم تروحوا لهذه القناة وتشوفوا الفيديو وهو فيديوز وتروح للفيديو ده اللي هو اغرب العادات تربية التمسيح في بيوت اهل النوبة رائع يعني بصراحة فيديو ولا كلمة قناة بقى زي اناس اسكندر وعافيفي وزهير وجوح الطاب وجوح الطاب ده مشهور جدا طبعا ليه حلقة جميلة عملها في القاهرة روعة لو انت عندك الشغف ده ان انت بتحب تروح تسافر تتنطط من هنا لهنا انا ما قصدش ابدا انت لازم تسافر برا بلدك ابدأ ببلدك ابدأ بالمحافظات بالولايات بتاعة بلدك فدي ممكن تكون بداية حلوة لك انت لو من مصر روح فرجنا على الاماكن في جنوب مصر روح اسوان روح الصعيد روح بقى القاهرة انا اعرف ان في المينيا هناك عدد كبير جدا من مقابر الصحابة طب ليه ما تروحش هناك وتفرجنا وطول قدو على هذه الاشياء اهم شيء تيك اكشن دايما اقولها لكم فاكرين اهم شيء ان انت هفضل وراكم هتفتحوا قناة يعني هتفتحوا قناة ما انت لازم تاخد اكشن طالما بتتفرج علي ايما انت حابب ان انت تبدأ وحابب تشتغل لكن انا ما معرفش والله ايه اللي موقفكم اوي الوقفة الغريبة دي ومعطالكم فجرة قنوات التعليق على الاحداث السراوضية وتحليلها انا هنا بقى عندي مصطفى دا بقى روعت الروعة مصطفى البنة دا كوميديان ملوش حل وفي نفس الوقت يعلق على الرياضة جامع ما بين حاكتين عارفين الساب نيش والكروس نيش شغل كندل بصوا على قناة مصطفى قناة كوميديا رياضية ساخرة وقناة جميلة طبعا في قناوات بقى زي علاء صادق دا معروف كورا سبورت مصطفى الكاشف على ما اتذكر صاحب هذه القناة مصطفى الكاشف هو استاذ لغة عربية في السويس ترك شوفوا بقى اسمعوا اللي بقولوا دا ترك وظيفته خلاص ما بعاش أستاذ وفقط تفرغ لي قناته على اليوتيوب وعنده يمكن اكتر من قناة اثنين تقريبا او ثلاثة لكن دي الاساس بالنسباله كورا سبورت خالد الاتريبي دا اصلا بيشتهر اظن في قناة الاهلي وعمل قناة زي برضو احمد اسامة بتاع بلنامج خط احمر عنده قناة صباح وكورة دا الشاب اللي هو المجنون دا اللي هو بيعد يسرخ بس بصوا عنده بقى كام متابع اتنين مليون متابع هو دا اما الفكرة رقم عشرة فكرة قناة عن المظاهرات السياحية والدينية والاثرية في بلدك مثل قناة يوسف اسامة من اجمل القنوات اللي انا بتبع قناة المماليك ايضا قناة البنوتة الجميلة بسانت نور الدين هي دي قناتها بصوا عليها اظن هي مرشدة سياحية ومعرفش بطرت ولا مازالت لكن اتشارت بقت من النجوم على السوشال ميديا بسبب فيديوهاتها قناة بقى دي لها معزة خاصة عندي قناة علوم طيبة هي دي دي بتاعت شاب من المدينة المنورة ويعني الله عليه طبعا هو بصوا عنده تلتمية وثاتين الف مشترك قناة روعة الروعة يعني مثلا هم للمدينة شوفوا مثلا هنا معايا جزء من الفيديو ده اغتنموا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروض الشريفة بهذه الأيام فشوفوا بقى الجمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين شايفين الجمال حاجة روعة يغدق كده في جولة أكنك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فدي بقى من القناة اللي أنا أرشح لكم بقوة ليه ما تعملش قناة في بلدك بنفس الطريقة عندكم مساجد كتيرة جدا حاجات قديمة أوي ادخل وصور وفرجنا طبعا في برنامج اسمه باب الخالق ده أصلا برنامج لكن هو موجود على اليوتيوب فأنا بحبه جدا دايما محمود سعد بيروح لهذه الأماكن ويزورها ويكلمنا عنها فدي من الأشياء اللي أنا شخصيا ممكن هشتغل عليها في الفترة القادمة بإذن الله لما أنزل مصر دعو لي بس ربنا يكرم وأعمل لكم هذه الأفكار مع ناس متخصصة من أصدقائي في هذه الأشياء عباقرة والله فأيضا برضو عندي صديقي صاحب قناة التاريخ الجامع بصوا على قناة وأنا أسأل لكم برضو الرابط بتاعها أستاذ محمد من أكتر ناس المتمكنين في الكلام عن التاريخ خلونا أسألك يا أستاذ محمد ليه ما تعملش زيارات ميدانية بنفسك بقى على يعني وطيرة هذه القنوات زي قناة الممالك وكده أنت عرفها طبعا يعني بما أن دا تخصصك أنا بكده خلصت العشر أفكار إن شاء الله هكمل وأبعمل لكم كمان عشرة المرة الجاية يمكن بقى أنا هنا كده بصستكم على فكرتين كمان أكلم عنهم المرة الجاية فكرة قناة دينية وفكرة قناة أصحاب الحرف أتكلم عنهم بالتفصيل المرة الجاية إن شاء الله دا لنا أحب أن أقوله في هذا الفيديو أريد أن تشتركوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك وتشتركوا معنا في هذه القناة لو أنت جديد بتسمعني لأول مرة اشترك معنا هتلاقي أشياء والله أعدكم أنها تكون لها قيمة بإذن الله دا لنا أحب أن أقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا لكم ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته